السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله هنكمل مع بعض شرح منهج المساحة أو علم المساحة وهنبتدي فيه ما يسمى Theory of Errors أو نظرية الأخطاء Theory of Measurements and Errors نظرية القياس أو نظرية الأخطاء أولا هنتعرض على نظم القياس أو نظم القياسات المترك والنظام المتري أو النظام الفرنسي أو الانترناشنال والنظام الإنجليزي اللي بيعتمد على الفيت لو جينا أي أرصاد في الدنيا عملناها است مثلا طول طلع قيمته تساوي L1 100% L1 دي ليست هي القيمة الحقيقية للطول ولكن دي القيمة اللي أنا استاه طيب عشان أوصل للقيمة الحقيقية للمسافة دي علميا يقول لي أرصدها عدد ما لا نهاية من المرات وهات المتوسط بتاعي ده معناه إن أنا عمري ما حوصل له طيب الحل فيها إيه؟ الحل بنلجأ إلى ما يسمى Theory of Errors أو نظرية الأخطاء أو Less Square Adjustment نيجي يقول لي طيب أنواع الأخطاء في الأرصاد بتاعتك أي أرصاد في الدنيا أي أرصاد عملتها سواء كانت Linear Measurements أو Angler قياسات طولية أو قياسات زاوية فأنا عندي ثلاث أنواع من مصادر الأخطاء أولا المستيكس أو Gross Errors والGross Errors ده خطأ ليس له أي تصحيح بمعنى أنا S طوله من A لبي والطول ده طلع يساوي 45 متر أما مليت القيمة دي للبشمانز اللي بيدون جنبي أو البشمانز اللي بيكتب الأرصاد كتبها لي 54 ما فيش أي طريقة في الدنيا تصحح للـ 54 دي ترجعها 45 إلا أني أعيد رصد المسافة دي هذا الخطأ يسمى الميستيك نمرت اتنين السيسليماتيك إر الخطأ الممتظم يعني إيه برضو أنا S الطول ده و S الطول ده باستخدام شريط Teeb التيب ده أو الشريط ده ليه معامل تمدد وانكماش معامل التمدد وانكماش بيبقى موجود في البنفلت بتاع وسيلة الخياس فأقدر أصحح هذه الطول من الخطأ الناتج عن التمدد وانكماش هذا الخطأ يسمى سيسليماتيك إر عرفت تغلب عليه طيب بعدما عملت الكلام ده وقال صححته من السيسليماتيك إر هل الخمسة واربعين اللي أنا استهديه وصححتها هل ده الطول الحقيقي للمسافة برضو لا ليه اليوم يقولي بدليل ان انت لو قس المسافة دي تلت مرات أو عشر مرات وجبت المتوسط بتاعه مش هيطلع خمسة واربعين طيب أنا فيهم قيمة لصح الخمسة واربعين ولا المتوسط اللي انت هجبها من العشرة طيب لو واحد تاني أس المسافة ميت مر وجاب المتوسط هتطلع قيمة غير التانية طيب واحد أسها ألف وهكذا طيب الخطأ ده بقى نقول آه خطأ غير معلوم المصدر فبنسميه الراندم إيرو نظرية الأخطاء بقى هتصحح لي الراندم إيرو دهوك اللي هو الأخطاء الغير معلومة المصدر أول حاجة نتعرف عليها حاجة نسميها البرسيجن والأكيوريسي الأكيوريسي هي دقة الأرصاد طيب والبرسيجن تجانس الأرصاد تقوم تقول لي يعني أقول لي حرتك يعني زي ما موجود في الرسمة دي أثبت رسم هافترض أن أنا عايز أوجه على منتصف الدائرة الصغرى دي البشمانز الأولاني لما جي يوجه الأرصاد بتاعته كلها اتركزت في الجزء ده أهم أقول هذه الأرصاد متجانسة فيما بينها إلا أنها بعيدة عن الهدف يبقى الأكيوريسي بتاعها ضعيف الدقة بتاعتها ضعيف ولكن التجانس ما بينها وما بين بعضها البرسيجن بتاعها عالي طيب الراجل ده الأرصاد بتاعته كل رصده فيهم في حتة مختلفة تماماً أولاً كلهم بعيد عن السنتر يبقى نوت أكيوريسي بتاعها ضعيفة جداً البرسيجن بتاعها التجانس بتاعها لا 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 بعيد كل واحدة فيهم في مكان مختلف يبقى دي نوت أكيوريسيجن طيب دي يت لا دي حققت التلاتة حققت آسف الاثنين البرسيجن بتاعها عالي جداً متجانسة هي ومتخاربة من بعضها قوي زائد أنه كلها في السنتر زي ما أنا عايز بالزبط يبقى دي أكيوريسيجن نيجي بقى بعد كده هنتعرف على حاجة بنسميها الموسر بروبابل فيليو القيمة الأكثر احتمالاً أنا ما أقدرش أقول لما أنا هقيس المسافة دي من LB واستها مثلاً مئة مرة وخدت المتوسط الحسابي بتاعها وطلع المتوسط الحسابي هنفترض مثلاً 132.17 متر ده المتوسط الحسابي ما أقدرش أقول 132.17 ده ده الترو فاليو بتاعه لأن لو جي واحد بعدي وقاس المسافة من LB بدل ما أسها مئة مرة أسها مئة مرة وجاب المتوسط الحسابي ممكن يطلع 132.19 طيب إيه القيمة دي وإيه القيمة دي القيمة دي يقول لي دي القيمة الأكثر احتمالاً من الأرصاد المية ودي القيمة الأكثر احتمالاً من الأرصاد المتينة إذن القيمة الأكثر احتمالاً بتعتمد على عدد مرات الرصد بس بشرط الرصد اللي أنا هرصدها تكون إيه؟ تكون أكيرت يعني إيه أكيرت؟ يعني تكون قريبة من القيمة الحقيقية زي ما قلنا في الرسمة اللي فاتت لو حضراتكم فاكرين ما تبقاش في المنطقة دي وما تبقاش كده تبقى في حدود النقط اللي هي هنا أكيرت دي فبيقول لي المست بروبو بالفاليو الام بتساوي هو أقرب ما يكون لها هو الاريثماتيك مين هي عبارة عن مجموع الأرصاد سيجمال أبزرفيشن على عدد الأبزرفيشن طيب الريزيديوالز الريزيديوالز هو حيود أي رصدة عن المتوسط الحسابي فبنسميها في في هي قيمة الريزيديوالز وتعريف الريزيديوالز هو الفرق ما بين المست بروبو بالفاليو ناقص الأبزرفيشن نفسها أو القيمة نفسها اللي أنا رصد